دي الشخصانة شخصانة طبعا عايز تاخد الرافض التالت ما يحدث عند الحديث عن الباس التلفزيوني وجد نظر شخصية غريبة جدا وبعض بعض من نقاد مفروض انهم فاهمين وعارفين ان مسألة الباس التلفزيوني زيازة الرعاية انت بتدي كل نادي تبقى لمعايير البطولات والشعبية عندك نقاد كتيرة بتعبوز عليهم بس لتلفزيوني لمين لناس قاعدة بتتفرج طيب لما الأستاذ إبراهيم بيطلع على الشاشة تلت اربع مصر بتتفرج عليه لما عاد ليطلع على الشاشة ربع مصر بتتفرج عليه ربع مصر بتتفرج عليه يبقى لما الأستاذ إبراهيم يطلب في برنامجه قيمة اكبر في الرعاية او في المرتب حتى مفهومة ما مش من حق اننا نقولش معنى لان دي مسألة متقاسة متقاسة ليها مساطرها فلما يطلع حد يقولك هو دا عدل هو دا العدل اي حاجة غير كده غير عدل مسألة ان القرش يجي توزعك كل بقى مرت ايه دبطات التوين انت اسهماتك ايه تاريخك ايه بطولاتك ايه شعبيتك ايه بتصرف على منتجك بشكل عامل ازاي ما يتساواش مع اي حد كل واحد يتساو على قدر ما يقدمه لهذه اللعبة وعلى قدر ما يقدمه لهذه اللعبة ولذلك لما نيجي نبحث ما نبحثش عن المساواة نبحث عن العدالة معايير التوزيع عن العدالة بالضبط بس دا كلام صح اشتركوا في القناة